نروح مع حضراتكم لموضوع تاني وهي مسألة ارتفاع أسعار السكر عالمياً وصلت لأكتر من 700 دولار للطن الخام حانو دولة مصرية اشتغلت في هذا القطاع وأخذت خطوات استباقية من البداية علشان يكون عندنا مسألة المغزون الاستراتيجي من السلع وخصوصاً سلع يزيد سعرها برا وإحنا يمكن شوفنا ده بكده في الأمح لما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يخص السكر احنا عندنا كان خطوات استباقية حصلت في هذا المجال وتطوير للمصانع الحكومية علشان نقدر ان احنا ننتج بمعدلات أكتر ونوصل للاكتفاء الزاتي من السكر احنا وصلين تقريباً لما يقرب من 90% وإضافة لده عندنا مغزون لفترات طويلة وده الأول مرة حصل في شهر إبريل اللي عندنا مغزون لشهر إبريل 20-24 خلينا نتكلم مع حضراتكم أكتر بشيء من التفصيل معنا دلوقتي على الهاتف وستاذ أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتر السكر التابعة لوزارة التموين وعضو مجلس إدارة الشركة القابلة للصناعات الغذائية مساء الخير على حضراتك يا دكتر ولو تطلعنا إزاي قدرنا أن احنا يكون عندنا مغزون لحد أبريل 20-24 من السكر مع ارتفاع أسعاره عالمياً مساء الخير فندم على حضراتكم وعلى أستاذ المشاهدين زي ما حضرتك تفضلتي في التقرير الكريم مصر حصل فيها يمكن تافرة نوعية في إنتاج سلعة السكر وده جاء من خلال التوسع في أراضي مستصلحة جديدة والتوسع في رؤية المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر إحنا مصر تنتج السكر يا إما من محصول أسف السكر في منطقة وجر إبلي وده بيقوم على إنتاجه شركة السكر وصناعات تكاملية بتنتج متوسط ما يقترب من 800-850 ألف طن سكر من أسف السكر وبالنسبة لمصانع القائمة على بنجر السكر أصبح هناك في مصر حوالي ما يقترب من 8 مصانع لإنتاج السكر من بنجر السكر أربعة منهم تابعين تابعية مباشرة لوزارة التموين زي شركة الدلت للسكر والأهلية للسكر وشركة الفيوم وشركة النبرية وأربعة لهم علاقة باستثمار سواء استثمار محلي أو استثمار خارجي زي شركة النيل للسكر وزي شركة السخولة أو المتحدة أو الأسكندرية للسكر وزي شركة الشرقية للسكر وحديثا شركة القناة للسكر اللي هي في غرب البنية اللي بإذن الله هتبدأ تنتج إنتاج فعلي بدءا من العام القاضي الكلام ده بمساحة من جرع حوالي 640 ألف فتان بنجر سكر بتنتج حوالي ما يقترب من 1.8 مليون 850 ألف طن سكر يبقى إجمال المساحة اللي مصر بتنتجها تقريبا بالسكر يقترب من 2.8 من 10 مليون طن لإني عندي منتجات تانية زي الجولوكوز والهاي فروكتوز دي بتيجي من منتجات الدورة. الكلام دوت من إجمال استهلاك محلي إحنا المواطن بيستهلك تقريبا حوالي 32 كيلو جرام سكر في السنة مصر تستهلك سنويا ما يقرب من 3.1 من 10 مليون طن سكر. فبناء على هذا الإنتاج إحنا أصبح لدينا اكتفاء ذاتي يقترب من 90% هو بالتحديد يعني عبارة عن 87% بقى الكمية يعبارة عن حوالي 300 لربعمائة ألف طن سكر بنستوردهم في سكر خام وبيوعد تكريره داخل المصانع المصرية هنا اللي حصل طبعا إحنا كلنا عشان نبقى عارفين الموقف إيه العالم كله حصل فيه جموح في أسعار الطاقة. يعني إيه جموح في أسعار الطاقة؟ يعني ارتفاع في أسعار البترول والغاز. أكبر دولة في العالم بتنتج سكر هي البرازيل. ويليها بعد كده تايلند. ويليها بعد كده الفلبين. ويليها بعد كده الان. لما بيحصل جموح لأسعار الطاقة جزء من السكر دوت بيوجه لإنتاج حاجة اسمها الإيثانول أو طاقة الإيثانول أو كحول الإيثانول اللي هو بيستخدم كبايفيويل أو يستخدم كبديل آمن ومجر ملوث للبيئة كبديل آمن للبنزين. فيقل المعروضة عالميا فيقوم ترتفع أسعار السكر. وفي الواقع دلوقتي هتذا بحرق قلت في التقرير الكريم السكر العالمي بدأ ياخد منحة آخر جموح في أسعاره وبدأ يرتفع الخام لسبعمية والسكر الأبيض بدأ يوصل لسبعمية وسبعين. وده يعني أنه عبل ما ييجي مصر وعبل ما يبدأ يتجهز ويتعبى تعرم وشيئل عن ستة وعشرين سبعة وعشرين. وبالتالي إحنا عشان يبقى عندي احتياط استراتيجي يكفي تمويل المواطن التمويل بتاع تمويل المواطن المصري السكر التمويني ما زال سعره إلى الآن ثابت بحوالي 12 جنيه ونص كيلو. أما السكر الحر المتراوح سعره في السوق ما بين سبعة عشر لحد ونوصل لخمسة وعشرين. الكلام دوت كان لازم الدولة مع خط التطوير للمصانع عشان تزود السعة الاستعبية للمصانع من محصول بنجر السكر اللي هو توسعنا في زراعته في المشروعات القومية الجديدة وبالتالي لم كل معلي سعة استعاب المصنع من المحصول كل معلي كفاقته من الانتاج والكمية بتاعت الانتاج تكتر وفي نفس الوقت الدولة وضع خطة أن يبقى عندها احتياطي استراتيجي يكفي عندي إلى إبريل القادم فالحمد لله عندنا بنطمن أهلينا وبنطمن المواطنين يوجد سكر كاحتياطي استراتيجي لحد إبريل القادم مع الأخذ في الاعتبار أن احنا كمان عندنا الموسم بتاع انتاج السكر بيبدأ كسكر من قصب السكر بدءا من شهر إن شاء الله يناير القادم أو آخر ديسمبل وبالنسبة لبنجر السكر برضو بيبدأ مع شهر مارس وده الموسم الجاي إن شاء الله الجديد فده مديني نوع من أريحية ونوع من توفر هذه السلعة الاستراتيجية الهم والتعقدات اللي حصلة في الموسم الجديد شكلها عامل إزاي عشان نستمر في ده احنا بنتكلم عن أنه وصلين لتسعين في المية من الاتفاق الاتفاق الزي احنا بالفعل حضرتك عشان التعقدات للموسم الجديد يعني جات توجهات معي الوزير من خلال لجنة العليا للسكر وقعدنا مع السادة يعني الممثلي المنتجين سواء لمحصول بنجر السكر أو قصب السكر ونتناقش معاهم إن شاء الله للموسم الجديد إن يبقى فيه أسعار مرضية زي ما حصل ارتفاع لأسعار التوريد اللي خاصة بقصب السكر السنة اللي فاتت ونفس الكلام بالنسبة لمحصول بنجر السكر عشان نشجع أهلنا المزارعين للتوسع في مثل هذه الزراعات الهم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التباعة لوزارة التموين وعضو مجلس إدارة الشركة القابدة لصناعات الغذائية